موسيقى السلام عليكم مخباركم يا شباب عاملين ايه؟ وهشتوني جدا 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 وارجعنا لكم تاني بفيديو هيغير فكرتك عن الاكسل تماما يعني بزمتكم يا جماعة شايفين منظر الاكسل؟ شايفين الاحترافية؟ حد يصدق ان الشاكة دي والتناصق ده معمول على برنامج الاكسل اللي كلنا عارفينه؟ لا طبعا ده كده برنامج احترافي كأنه معمول بلغة برمغة تانية خالص غير الاكسل النهاردة انا جاي اعلمك ازاي تعمل الكلام ده كله بيدك ازاي تخلي الزراير دي مش مجرد مربعات ثابتة؟ لا هنخليها تتحرك وتتلون بمجرد انك تمرر الموس عليها الحركة دي على قد ما هي بسيطة على قد ما هي بتفرق جدا جدا دي اللي بتدي للعميل احساس ان البرنامج ده مصروف عليه ومتعوب فيه وان اللي عامله محترف مش هاوي النهاردة هكشف لك الكود السحري البسيط اللي بيعمل الحركة ديت ومش بس كده ده انا كمان هسيب لك هدية في صندوق الوصف هسيب لك الانوان المستخدمة في البرنامج دوت ومعها الوان تانية ممكن تحتاجها عشان اي برنامج تعمله تستخدم الالوان دي عشان البرنامج بتاعك يطلع لوحة فنية لو انت فعلا عايز تنقل مستويك في الاكسل من مجرد واحد بيعمل جداول لواحد بيصمم انظمة وبرامج كاملة شكلها احترافي يبقى الفيديو ده معمول مخصوص على شعلك ركز معايا بقى كده وجاهز جباية الشاي وما تنساش بقى تدعمني بلايك للفيديو واللي بيشوفني الاول مرة يعمل اشتراك في القناة وفعل جرس الاشعار عشان اللي جاي اقوى بكتير واهم حاجة ما تنساش تكتبلي تحت في الكومنتات ايه رأيك في محتوى الحلقة عجبك نكمل على نفس المستوى ولا لا؟ ويلا بينا نبدأ الشرح على طول اهلا بكم مرة تانية زي ما قلنا في بداية الحلقة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الازرار ديت ان هي مجرد ان انا حرك الماوس عليها ازاي الزرار يتحرك وياخد لون معايد زي ما انتم شايفين بالشكل دوت طبعا احنا الحلقة اللي فاتت كنا تعلمنا مع بعض ازاي نعمل القايمة ديت مجرد ان انا اضغط على الزر دوت اللي سلايد بارد بيظهر كده وادوس عليها تاني بيختفي طبعا اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت انا هسيب له لينك الشرح في صندوق الوصف طيب عشان بقى نعمل الحركة ديت ان انا مجرد احرك الماوس على اي زر الزر يتحرك كده وياخد لون معين ويبقى شكلها احترافي زي ما انتم شايفين كده هنعمل ايه؟ تعال كده نقف ونخش كده على شاشة محرد الاكوات انا موجود في شاشة محرد الاكوات دلوقتي هاجي هنا على نفسه هضغط عليه دي الاكوات اللي انا كنت كاتبها همسحها كلها عشان نكتبها مع بعض بغاية هنا كده ده طبعا الكود اللي شرحناه في الحلقة اللي فاتت اللي هو بيحرك او القيمة ان انا ما اضغط عليها انلاقي القيمة تفتحت كده وادوس عليها تاني بتتقفل ده الكود الخاص بالحركة ديت كود بسيط جدا زي ما انتم شايفين عبارة عن سطرين ثلاثة طيب دلوقتي انا عايز الازرار اللي موجودة هنا تعالا نظهرها كده نفتح كده الفريم دوت عشان نظر الازرار بتاعتنا عايز مجرد ان انا احرق الماوس على اي زر الزر ده يتحرق كده شوية صغيرين وياخد لهم طيب هنعمل ايه هنيجي كده على اول زرار هندوس عليه بالشكل دوت دخلني هنا على الحدث انا مش عايز الحدث انا عايز الحدث هنغير الحدث من هنا كده هنخليه بالشكل دوت وهنمسح الكليك مش محتاجينه بالشكل ده كده طيب دلوقتي انا عايز اعمل حاجتين اول حاجة ادي للزرار بتاعي لون وتاني حاجة ان انا احرقه من مكانه حركة بسيطة طيب اول حاجة هنعملها ايه الاول عايز اعرف الزرار بتاعي اسمه ايه يبقى نيجي نخش كده على الفورن بتاعنا واقف كده على الزرار الزرار الاولاني ده اسمه ايه اسمه طيب يبقى هاجي هنا كده على الزرار بتاعي هندوس عليه ونخش على الحدث ماوس موف وهقوله هنا مي دوت لابل سيفن دوت باك كولر هيساوي هيساوي ايه بقى انا عايز اديله اللون اللي هو ايه اللي زرق السماوي او اللي هو التلج دوت طيب انا طبعا هكتب لكم الكود بتاع اللون وفي نفس الوقت هاسبه لكم فيه صندوق الوصف عشان اللي حابب بيرجعله او حابب بياخد نفس اللون ينقل بس الكود دوت طيب اللون دوت هنكتبه ازاي هنقول هنا ار جي بي هنقول هنا ار جي بي وافتح كوس وهكتب هنا الارقام دي هقول هنا ميتين كومة ميتين خمسة وتلاتين كومة ميتين خمسة وخمسين بعد كده اقفل كوس ودوس امتر لو انا جيت شغلت الفون بالشكل دوت وجيت حركت الماوس على الزر هنلاقي خد اللون التلجي زي ما انتو شايفين بالشكل ده كده طيب انا دلوقتي هو الزر خد لونه هو عايز بقى احركه حركه حركه بسيطه كده ناحية الليمين هنعملها ازاي هنجي نخش كده على الكود نفس الكود ونجي نكتب الكود ده بس قبل مكتب الكود عايز اعرف هاجي اقف على الزر ده كده بالشكل دوت وعايز اعرف الليفت بتاعه رقمه كام طب اعرف منين من الخصائص بتاعته ديت هنيجي على الخصائص ديت وهتلاقي كلمة ليفت هنا هي مكتوب دنبقى كام اربعة وعشرين طيب يبقى هنا الليفت بتاعه رقمه اربعة وعشرين طب يبقى هاجي هنا هقول هنا مي دوت لابل سيفن دوت ليفت بساوي مش هقول بقى اربعة وعشرين انا عايز احركه شوية طب احركه شوية خليه مثلا ايه يبقى تلاتين يبقى هاي ساوي هنقول هنا تلاتين ودوس انتر طيب تعالا نروح نغرب كده تاني ونشوف لو انا جيت حركت الماوس عليه هياخد لون وهلاقيه اتحركه سنة بسيطة طب لو عايز بقى ازود الحركة ديت ممكن اخليها مثلا خمسة وتلاتين زي ما انتم عايزين بقى هنخلي مثلا دي خمسة وتلاتين لو جيت كده هلاقي الحركة بقت بالشكل دوت طيب هنعمل نفس اللي عملنا دوت فيه الازرار دي كلها هننقع الزرار التاني دوت هيبقى اسمه ايه يبقى نضغط عليه كده دخلنا على الحدث اغير الحدث دوت اخليه من هنا ونمسح الكليك مش محتاجينه ممكن بقى اخد الكود ده كده كل كوبي وروح احطه هنا كده بست وغير بس ايه في اسم الليبول بدل ما هو سيفن اخليه تو واخلي ده كده تو بالشكل دوت لو جيت فتحت بقى الفورن وجيت حركة الماوس كده هلا ايه ده اتحرك وهو خد لون وده اتحرك وخد لون تاني انا ممكن ادي لكل زرار لون مختلف يعني ممكن مسلا ايه هاجي هنا كده على زرار التاني دوت بدل ما هو دي ممكن اخلي دي كده مثلا متين وخمسين ودي مثلا ايه متين وخلي دي مثلا كده متين تعال نشوف كده هيدينا لون ايه هيدينا لون زي ما انتم شايفين بالشكل ده اللي هو البنبي دوت طب يبقى انت ممكن الارقام ديت تغيروا فيها زي ما انتم عايزين وتجربوا بقى الرقم اللي انت هتغيروه دوت هيطلع معاكو لون ايه تعالي بنخليه كله بلون واحد كده يبقى نخلي دي متين ودي متين خمسة وتلاتين ودي هتبقى متين خمسة وخمسين طيب هنخش على الزرارة دي بعد كده المشتريات هنخليه هنا ماوس موف ونمسح الكليك وهنيجي ناخد دول كده كوبي ونحطها هنا بيست وهنا الليبل ده اسمه ايه ليبل تلاتة يبقى غير السبعة دي خليها تلاتة واخلي دي تلاتة وخش بعد كده على المصرفات هنخليها ماوس موف ونمسح ايه ده احنا دخلنا على ايه لا كده اديه غلط هنمسح ده كده كله هنخش على الزرار مرة تانية ايه ده هنخش على المصرفات هنخش على الماوس موف هنمسح دي هنمسح الكليك ونيجي ناخد دول كده كوبي ونحطها هنا بيست هنا ده ليبل ايه ليبل اربعة طبعا لو عايز تغير اللون بتلعب فيه الارقام ديت وعايز تزود الحركة بتغير فيه الارقام دي هنخش بعد كده على التقرير هنخلي الحدس يبقى موسموف ونمسح الحدس كليك مش محتاجينه ونيجي ناخد دول كده كوبي نعمل بيست وديت هتبقى ليبل خمسة هنغير بس دي ليبل خمسة ودي ليبل خمسة ونيجي على اخر واحدة زر الخروج هنخليها موسموف ونمسح الكليك وبعد كده هنعمل بيست للجود وده هنخليها ستة ليبل ستة ودي ليبل ستة يبقى انا كده عملنا الازرار كلها تعال نشغل كده هدي الازرار بتاعتنا كلها مجرد انا احرق الماوس هنلاقي الازرار كلها تحركت وخدت نفس اللون اهو دلوقتي انا لما حركت الماوس كله خد لون وتحرك جهة المين شوية بس لما جيت هنعايز بقى دلوقتي لما اجي اخرج من الماوس برا الزرار الزرار يرجع لوضعه الاولاني دي هنعملها ازاي هنيجي هنا على الفريم دوت اللي احنا كنا عاملينه هندوس عليه دابل كلك بالشكل دوت دخلني على برايفت صب فريم وان اه الحدث كليك طيب برضو الحدث كليك دوت احنا هنخليه ايه الحدث ماوس موف يبقى نختاره من هنا ونختار الحدث ماوس موف بالشكل دوت ونمسح الكليك مش محتاجينه طيب وهنيجي هنا ابتدي اسجل الازرار كلها بتاعتي الازرار كلها انا عندي الازرار كلها لها ديت الازرار كلها من اول لحد لابل سيفن طيب هنجي ناخدهم كده بالترتيب هنقول هنا مي دوت لابل دوت باك كالر هيساوي هيساوي ايه اذا ارجع للنون الطبيعي بتاعه اللون الطبيعي اللي هو اللون ايه اللون ده طيب اللون ده اسمه ايه انا مش عارف اسمه ايه اعرف اسمه منين بجاقف على الزرار كده واخش على الخصائص بتاعته هنلاقي هنا ادي اسم اللون او رقم اللون اللي انا هاخده طب اظل العليه زي ما انتم شايفين بالشكل دوت ولو جاي واخده من كيب وورد هدوس على كنترول سي يبقى انا كده اخدته طب بعد كده هنيجي نخش على الفريم هنقول هنا مي دوت دوت باك كالر هيساوي هنحط بقى اللون اللي احنا كنا واخدينه كوبي هنعمل هنا بيست من كنترول في بعد كده هاخد مسافة واعمل نقطتين فوق بعض واقول له هنا مي دوت لابل تو انا كده رجعت لونه الوضع الاصلي عايز بقى الحركة اللي احنا عملناها ترجع تاني يبقى نول هنا مي دوت لابل تو دوت ليفت هيساوي احنا كنا عاملين رقم بتاعه كام خمسة وتلاتين عشان يتحرك طب هو الرقم الاولاني لو فاكرين معانا شوفناه في بداية الفيديو كان كام تعالوا نوح نشوفه لو انتم ناسين مجرد ان انا اقف هنا بس كده على الزر واجه شوف الليفت بتاعه في الخصائص هنا اربعة وعشرين تمام يبقى هاجي كده نخليها ايه بيساوي اربعة وعشرين ودوس انتر طيب هاخدوا الكود ده كده كوي واقرروا اكتر من مرة على قد الليبوليات اللي موجودة عندنا هنعدل بقى في رقم الليبول ده هيبقى ايه تلاتة وده هيبقى تلاتة وانا اعدل دي نخليها اربعة ودية هتبقى اربعة ودي هنخليها خمسة ودى هتبقى خمسة ودي ستة ودية هتبقى الابل ست ودى بعد كده الابل سبعة ودى الابل سبعة طب تعالي نروح نغرب كده ونشوف اشغل الفورن بتاعي طيب ادي الزرار بتاعنا مجرد ان انا حرك الموس ادي الزرار خد لون واتحرك شوية جهة اليمين طب مجرد ان انا اشيل الموس من الزرار رجع الوضع الطبيعي شايفين ملاحظين ايه اللي بيحصل طب لو اتحركت بقى على بعيد الازرار شايفين شايفين الاحترافية شايفين الشكل الجميل حركات بسيطة زي دية واقوات بسيطة خلت شكل البرنامج بتاعك شكله احترافي حتى نفسك نفسك كده تبقى مفتوحة وانت شغال على البرنامج هو ده كان موضوع حلقتنا النهاردة اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم يا ريت لو عايزين نكمل على نفس المستوى ده تكتبولي في التعليقات وما تنسوش بقى عشان مجهودنا ده ما يضعش على الفاضي ما تنسوش تعملولنا لايك للفيديو واعمل شير للفيديو لكل اصدقائك كل اللي عنده واتسو اللي عنده فيس على وسائل التواصل كلها ياريت تنشر الفيديو دوت عشان غيرك يستفاد من المعلومات ديت هتمنى ان انت تدعمني بلايك للفيديو واللي بيشوفني الاول مرة يعمل اشتراك في القناة وانتظروني في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته